أهلا بكم في غضون ساعات تدخل الانتخابات الأمريكية مرحلة الحسم ليعلن عن الرئيس القادم للولايات المتحدة ولكن من يحسم السباق؟ الآن تحسم الولايات السبعة المتأرجحة أمرها لتقرر مصير المرشحين نائبة الرئيس كامالا هارس من الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترامب من الحزب الجمهوري سعى كلاهما جاهدين لحصد أصوات تكفي لضمان فوزهما الولايات المتأرجحة هي بنسلفينيا ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 12 مليون و900 ألف نسمة ثم تأتي ولاية جورجيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة كما تنتمي ولاية كارولاين الشمالية إلى الولايات المتأرجحة ويبلغ عدد سكانها ما يزيد على 10 ملايين و800 ألف نسمة وتنضم إلى الولايات الحاسمة كذلك ولاية ميشيغن التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة وولاية أريزونا ويبلغ عدد سكانها ما يزيد على 7 ملايين نسمة كذلك تنضم إلى الولايات المتأرجحة ولاية ويسكونسن ويبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين و900 ألف نسمة وأخيراً ولاية نيفادا ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 3 ملايين و100 ألف نسمة تشكل الولايات الثلاث ويسكونسن وبينسلفينيا وميشيغن الجدار الأزرق أي الولايات الأكثر ميلاً لهارس بينما الولايات نيفادا واريزونا وجورجيا وكارولاين الشمالية التي تمثل الحزام الشمس تميل إلى فوز ترامب فإذا فاز كل منهما بهذه الولايات من المتوقع أن تحصل هارس على 270 صوتاً بينما سيحصل ترامب على 268 صوتاً ولكن كل هذه مجرد توقعات وما زالت النتيجة الأخيرة تعتمد على التغيرات التي قد تطرأ خلال المرحلة الأخيرة من الانتخابات الأمريكية